أم راشد تفضل يا أم راشد يا أم راشد السلام عليكم وعليك السلام يا أم راشد يا الله كتير حبك تحكي معك و الله يطمن لك قلبك يا رب و رمضان كريم ينعهد عليك كل عام أنت بخير يا أم راشد وأنت بخير ينعهد عليك وعلى دولة الإمارات جميع السلام أنا من لبنان بس موليد أبو ظبي طال يا مرحبا باللبنان إحنا كنا هنا في استوديو لبنان تسلم لك جون وليلة وفراس سمير كلهم من لبنان لأنت من مصر عارفك آه مرحبا آمريني يا أم راشد لا ما يأمر عليك غير كل محبة إن شاء الله أنا بصراحة بدي لك ابني توفى من قبل ستة شهر رحمة الله عليه والله يجعل مثوال جنة ويصبرك نعم آمين آمين تسلم وبصراحة ميت بحضني رحمة الله عليه والله يصبرك تسلم بدي أسألك هو وقتا ميت بحضني بعدهم فكر حاله نايم بحضني خلاص هو وداه هو انتقل الآن للملكوت الأعلى ويعلم ما جرى له ويعلم أنه مات ويعلم أنه يعني قد أفضى إلى ما قدم يعلم هو لا يظن نفسه الآن نائم لا بالعكس هو الآن يعلم بما أنه قد دفن من ستة أشهر يعلم أنه قد أفضى إلى ما قدم الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه ومن قبل فترة من قبل شيء من قبل شيء شهر وشواء كنت نايمة بس حسيت حالي مني نايمة وشفته قاعد معي بالقوضة بس وجه وكان كان حوالي فيه مثل ضوء أبيض وكان عم يبتسم لي بعدها نسمعت حدا عم بيوشوش بدايمت بيقل صورة النمل صورة النمل صورة النمل وقمت ما بعرف شو هيدا التفسير وهي شغلة وشغلة تانية أول جمعة رمضان صباح يوم الجمعة هيدا اللي مرأ يوم الجمعة كان راشد شابته وصديقتي ووقفوا عم بيصلي صلاة الجمعة بدي أعرف عنه اللي بتبليز تفسير هذا إن شاء الله أنا بأخذ رقمك وبأكلمك تحت الهواء يا مراشد الله يخليك وفي عندي شغلة تانية ابنة وفاو وكان بالمستشفى وكتوقتي فوق رأسه أنا ما بعرف كيف جتني القوة ستقلوا أقول الشهادة وستقلوا أقول أشهد عن الله وأشهد عن محمد عبد هو رسول دلتني عيد دلتني عيدا مرتين بعدين لقيت فتح عينه واتطلع فيه عين وحدة الله يرحم الله يجعل عين الشمال أم راشد أم راشد أكثر ما ينفعه الآن أن تشهد الله أنه مات وأنت عنه راضية الحمد لله رب العالمين أنا مرضية كثير على راشد فرضى الرب من رضى الأب علمتي وكذلك العكس والأم إذا مات ابنها وهي عنه راضية فأعظم مفتاح للجنة الحمد لله راضية عنهم أعظم مفتاح علمتي لأن الله عز وجل شانه جعل البرمن أعلى منازل إحسان أعلى منازل إحسان هذه مسألة المسألة الثانية إذا أردت فعلا له المنفع أكثر من الدعاء له اللهم اجعل المثواه للجنة اللهم احشره مع الأنبياء والصديقين يعني اجعلي الدعو واعلمي أن الله لا يعذب قلبه أم مرتين يطمئنني يعني الحمد لله أنا مبارح ختمت له أول جزء من الكرآن حتى لو ما أهدتي أو ما ختمت مجرد الدعاء يصل له أنا الحمد لله الدعاء 24 ساعة بدلني بدعيله وكل شي ومبارح ختمت أول جزء من الكرآن وإن شاء الله الكرآن بيوصله شيخ هو القرآن ما نقول أو أن ليس للإنسان إلا ما سعة اللي يصل للميت هو الدعاء الدعاء وعم بعمل له الزكاة وعم بعمل له والصدقة الدعاء والصدقة الصدقة الجارية الحمد لله أنت أكثر يوم راشد أنت والدتي الله يسعدك أكثر من الدعاء له الميت أعظم ما يحتاج له الدعاء ورضاكي تشهد الله على رضاكي هذا من أعظم مفاتيح الجنة الحمد لله الحمد لله أنا بدلني بترد عليه وبدلني بتعيله وهيكي أنا كثير رضياني عنه لراشد أمين كثير رضياني وبدأ أسألك سؤالتين وقته هو كان بالبراد وأنا عم بقريل فاتح فق راسه وقته شلوه من البراد لأشوفه نزل الدمعة من عينه هاي الدمعة شو هي هذا معلم هذا طبيا هو ميت خلاص الميت الميت تنفصل الروح عن الجسد فكل شيء يحدث عن الجسد يحدث فيزيائيا يحدث طبيا لا علاقة له بالروح بمعنى بمعنى نحن في غسيل الموتى أعطيك معلومة أنا آسف على هذه المعلومة لما يموت الإنسان في غسيل الموتى لما يسجأ أمامنا الميت نضغط على بطنه قليلا أوكي تعرفون ليش؟ لا حتى يخرج أعزك الله الغائط والبول وكذا نضغط علىه حتى لا ينجس الكفن علمتي فنضغط فلماذا الجسم مرتخي؟ الجسم مرتخي فمسألة سقط الدم كل شيء في جسده مرتخي تجد الدم يخرج بولي يخرج كل شيء خلاص الجسد ارتخى كذلك مسألة الميت لما يبتسم هو مو ابتسام لأنه شاف الحور العين ولا ابتسام لأنه شاف الجنة هو الجسد ارتخى فأخذ وضعية الابتسامة علمتي فهذا ارتخاء الجسد لا تربطونه بالروح ولا تربطونه برضى الرب أو سخط الرب علمتي؟ نعم حتى نزل دم شوي من عين شفت اه ارتخاء جسد انا قلتلك ارتخاء جسد ليس له علاقة بالروح ولا برضى الله ولا بسخط الله علمتي؟ لأن الكل الآن ندخلي اكتبي بوذي يبتسم عنده موته تحصل ستة الاف صورة وسيم يبتسم عنده موته تحصل ستين الف صورة مسيح يبتسم عنده موته الفين صورة ملحد يبتسم عنده موته ستة الاف صورة فهذا ارتخاء جسد لا تربط رضى الرب بابتسامة ميت علمتي؟ الحمد لله الله يصدق يا مرس واخر سؤال ما اتقلها لك شيخ واسيم بالنسبة لزيارة القبر انا كنت عم تزوره دايما وبعدين بقوله انه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انه قال مش يعني مستحب انه نزور الكبور مش لك لكي تتفكر وانا هاي بصراحة تابع لك كل حلقاتك وعم بستفيد منك الله يزيدك كل خير وهلا انا يمكن سافر واذا بدي سافر فترة طويلة كتير ما ايجي زوره بالقبر هل بيزعل لا لا ما بيزعل هو مش فاتح الله يرحمه يعني خلاص عند ربنا هو اصلا الان بتمناك انت تلحقي مو العكس يا رب امين اذا كان في رضوان الله الميت تتمنى ويستبشرونه بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ربنا يقول ترى الميت بتمنى الحي الحقه مو العكس انا ارجع لا الا الشهيد هذا شيء ثاني علمتي فالميت هو بتمنى تلحقي هذه الشغلة الشغلة الثانية زيارة النساء للقبور شوفي لا ترثين الفتوى الوحيد الذي منع زيارة المرأة للقبور الوحيد وخالف فيه جمهور العلماء خالف به كل العلماء هو الامام احمد الامام احمد استدل بحديث لعن الله زوارات القبور كنت قد نهيت لعن الله زوارات القبور وزائرات القبور فقال لا يجوز المرأة ان تزور المقبرة او القبور هو الوحيد خالف الجمهور ابو حنيفة الشافعي مالك الالباني اغلب العلماء قال لا ازورها و تستدلوا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها و عائشة حينما زارت قبر أخيها فزيارة المرة القبور شيء عادي أختي و اللي يقول لك الشيخ فلان أفتى و ترى كلهم رجعوا للإمام أحمد و الإمام أحمد خالف الجمهور علمتي فلا بأس زيارتها لكن شرط ما تزيرين تحطون بخور فوق القبر تتعطرين كأنك سيرمون لا زور فإنا تذكركم بالآخرة هذا الهدف و ادعي للميت ادعي لها الله يرحمك ممكن لك شيء عنده الوالد طبع و عم بحط له كثير من بخور و من عطرات لا ما يحط شيء لا لا يريد ينفعه يقف عن قبره يدعي له هو في الصالة يدعي له يسوي له صدقة هذا اللي ينفع الميت بس تمتلك الله يستعليك الله يخليك شرحنا و يحفظك آمين آمين فاصل و نعود إليكم بإذن الله